بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 113 بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة فصل وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لو تصرف المشتري للشخص بوقفه أو هبته أو رهنه فإنه لا شفعة عليه حينئذ تسقط الشفعة تسقط الشفعة لهذه التصرفات لأنه لأن في أخذه منه بالشفعة فيه إضرار به وترك الشفعة أيضا إضرار بالشريك والضرر لا يزال بالضرر فلا يزال ضرر الشريك بضرر المشتري لأنه خرج هذا الشخص عن ملكه بغير عوض خرج بوقف خرج بحبة خرج برهن فهو بغير عوض وفي نزعه منه فيه إضرار به وبالأطراف الأخرى الموهوب له أو الموقوف عليه أو صاحب الرهن نعم لا بوصية أما إذا تصرف فيه بوصية المشتري للشخص أو صابه بعد موته فإنه يأخذ منه بالشفعة لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت وأما قبل الموت فإن لصاحبها أن يرجع عنها أو يتصرف فيها نعم وببيع فله أخذه بأحد البيعين أما إذا تصرف المشتري بالشخص ببيع فإن الشفيع تبقى شفعته ويأخذ الشخص وله أن يأخذ بأحد البيعين إما بالبيع الأول بالثمن الذي استقر عليه في البيع الأول أو بالثمن الذي استقر عليه في البيع الثاني فيأخذ بأحد البيعين فإن أخذ بالبيع الثاني أي بيع المشتري فإن المشتري يرجع على البايع نعم وللمشتري الغلة والنماء المنفصل المشتري له غلة الشخص الذي اشتراه ما غله قبل أن يأخذ منه بالشفعة فهو له لأن ضمانه في هذه الحال عليه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فلو أنه اشترى الشخص وحصل منه غلة ثم شفع فيه فهذه الغلة التي حصلت تكون للمشتري لأنها نماء ملكه الذي هو مضمون عليه لو تلف نعم والزرع والثمرة الظاهرة نعم وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة وهي المؤبرة تكون أيضا للمشتري لأنها نماء ملكه الذي هو من ضمانه ولأن الزرع مبقا إلى وقت قريب والثمرة كذلك مبقات إلى وقت قريب فبإمكان الشفيع أن يأخذ الشخص ولكن تكون ثمرته ويكون زرعه للمشتري نعم فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه أما إذا بنى المشتري في الشخص بنى فيه بيوتا أو حيطان أو غرس فيه أشجارا فإن الشفيع بالخيار إن شاء تملك البنى والغراس ويدفع للمشتري ما غرمه وله أن يأمر بقلعه وهدم البناء ويضمن للمشتري ما نقص بالقلع وما نقص بالهدم نعم ولربه أخذه بلا ضرر وإن شاء صاحب الغراس والبناء وهو المشتري أخذه فإنه يمكن من ذلك بشرط أن لا يحصل في الأرض تضرر من القلع أو من هدم البنيان فإذا كان بالإمكان أخذ الغراس وأخذ البنيان من غير أن تضرر الأرض وقال المشتري أنا أخذ غراسي وبنائي فله ذلك لعدم الضرر على الطرفين نعم أحسن الله إليكم قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارده إن مات الشفيع هذا من مصبطات الشفعة أيضا نعم إذا مات الشفيع قبل أن يطالب بالشفعة فإنها تسقط لأن الحق له ولم يطالب به لأن الحق له ولم يطالب به في حياته وأما إذا طالب بها ومات قبل أن ينتزعها فللورثة حق الشفعة لأنها ثبتت للميت فتثبت لورثته أما في الحالة الأولى إذا لم يطالب بها الميت قبل موته فإنها لم تثبت له فليس للورثة المطالبة بها لأنهم لأنهم ليسوا شركاء للبايع نعم في وقت البيع نعم ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته كذلك من مسقطات الشفعة إذا عجز الشفيع إذا عجز الشفيع عن الثمن أو عجز عن بعضه فإنها تسقط شفعته لأنه لأنه يأخذها بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد ويدفعه للمشتري فإذا كان عاجزا عن دفع الثمن أو كان عاجزا عن دفعه كله فإنها تسقط شفعته دفعا للضرار عن المشتري نعم ولو كان في الثمن مغالاة لرد الشفيع إذا كان الثمن صحيحا إذا كان البيع صحيحا فإن الثمن يكون مستقرا أما إذا كان البيع أصل غير صحيح فلا شفعه حينئذ نعم والمؤجل يأخذه المليء به إذا كان الثمن مؤجلا وشفع فيه الشريك فإنه يأخذه بالتأجيل إذا كان مليئا يعني إذا كان غنيا وأيضا باذل لدفع أما إذا كان فقيرا أو كان غنيا لكنه مماطل فإنه لا لا يسري عليه التأجيل بل إما أن يأخذ بثمن حال وإما أن يترك الشفعة نعم إذن هذا قوله وضده بكفيل مليء نعم أما إذا كان مماطلا أو كان فقيرا فإنه لا يأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل إلا إذا كان إلا إذا وثق بكفيل مليء أنه عند حلول الدين يرد الثمن على المشتري الذي انتزع منه الشخص فالحاصل أنه إذا كان مليئا فإنه يأخذ بالأجل ينتزع الشخص ولا يدفع ثمنه للمشتري إلا إذا حل الأجل أما إذا كان غير مليء فإنه لا يستحق الشفعة بالثمن المؤجل إلا إذا وثق بكفيل أو رهن بكفيل مليء أو رهن وذلك ضمانا لحق المشتري نعم ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري إذا اختلف في قدر الثمن المشتري يقول ثمن هلف ريال والشفيع يقول لا ثمن وتسعمية ريال فإننا نطلب البينة على المدعي فإن لم يكن هناك بينة فإن القول قال المشتري لأنه غارم قول قوله مع يمينه لأنه غارم فيقبل قوله أنه بألف مع يمينه نعم فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر لو أقر أنه اشتراه بألف ثم البائع يقول لا أنا بائع بلف ميه نعم اختلف قول البائع وقول المشتري فإنه يوخذ بقول المشتري وليس له المطالبة بالزيادة التي قال بها البائع لأنه اعترف أنه بألف اعترف على نفسه أنه بألف ولا يقبل عذر من أقر نعم وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبد نعم إذا أنكر إذا أقر البائع بالبيع قال أنا بعت نصيبي على فلان فوفلان قال أبدا أنا ما اشتريت فإنها تثبت الشفعة للشفيع ويدفع الثمن الذي اعترف به البائع نعم وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع إذا تبين في الشقص المشفوع فيه تبين فيه عيب ينقص الثمن أو تبين أنه مستحق للغير نعم فإن العهدة تكون على الشفيع هو المؤاخذ بها وهو المسؤول المباشر فيرجع عليه الشفيع بأرشي هذا العيب والمشتري يرجع على البائع المشتري يرجع على البائع بما أخذ منه من الأرش نعم أحسابكم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة نعم الوديعة ماخوذة من ودع الشيء إذا تركه والوديعة في الاصطلاح هي المال الذي يدفع لمن يحفظه بغير عوض هي المال الذي يدفع لمن يحفظه بغير عوض بل يكون محتسبا في ذلك ويستحب قبول الوديعة إذا كان الإنسان يثق من نفسه بحفظها أما إذا كان لا يثق من نفسه بالحفظ فإنه لا يأخذها لألا تضيع على صاحبها وقبول الودائع مع معرفة الحفظ والثقة بالحفظ أمر مستحب لأنه من التعاون بين المسلمين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقبل الودائع لأنه كان الأمين عليه الصلاة والسلام كانوا يلقبونه بالأمين حتى أعداءه من الكفار ترفون بأمانته ويلقبونه بالأمين ويودعون عنده أموالهم فلما أراد الهجرة إلى المدينة وكل عليه الصلاة والسلام أو وضع الودائع عند أم أيمن الحبشية رضي الله عنها نعم قال قال رحمه الله إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرد لم يضمن الوديعة أمانة الوديعة أمانة داخل في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وفي قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فهي أمانة عند المودع يجب عليه حفظها بمثل ما يحفظ به ماله فإن تلفت من غير تفريط منه بأن حفظها في مكان يليق بها ثم تلفت قضاء وقدرا أو سرقت أو ضاعت أو احترقت أو ما أشبه ذلك من أسباب التلف الذي ليس للمودع تدخل فيه أو تلفت من بين ماله فإنه لا ضمان عليه نعم وإذا ادعى أنها تلفت يقبل قوله يقبل قوله بذلك لأنه أمين ولأن صاحبها قد ائتمنه فإذا قال إنها تلفت فإنه يقبل قوله أو كل يعلم أنها تلفت لكن قال إنه لم يفرط فإنه يقبل قوله بعدم التفريط لأنه مؤتمن نعم أحسن الله قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها نعم يلزم الأمين الوديع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها والأموال تختلف في حروزها فمنها ما لا يحرز إلا بالأغلاق الوثيقة والأبواب كالذهب والفضلة ومنها ما يحرز في ما هو دون ذلك من بقية الأموال فكل شيء حرزه بحسبه والوديعة من ذلك يجب أن يحرزها في ما يصلح لمثلها فلو أنه أحرزها بحرز دون ما يحرز به مثلها ثم تلفت فإنه يضمن لأنه مفرط نعم قال فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن إذا قال له صاحب الوديعة أحرزها في محل كذا وكذا فأحرزها في مكان دونه في الحفظ فتلفت فإنه يضمن لأنه لم يؤذى له أن يضعها في هذا المكان الذي هو دون ما أصابه صاحبها نعم وبمثله أو أحرز فلا أما إذا عين المودع حرزا وأودعها لم يودعها فيه لكنه أودعها في مثله نعم أو أودعها فيما هو أحرز منه فتلفت فلا شيء عليه لأنه لم يفرط نعم وإن قطع العلف عن الداب بغير قول صاحبها ضمن إذا قطع العلف عن الداب إذا كانت الوديعة دابة كان أودع عنده حمارا أو شاتا أو بقرة أو بعيرا أو غير ذلك من الدواب التي تحتاج لعلف وسقي فقطع فقطع عنها العلف بغير إذن ربها فإنه يضمن لأن هذا من التفريط ولأن هذه روح تحتاج إلى طعام شراب ففي قطع ذلك عنها تعد عليها فإذا تلفت بسبب ذلك فإنه يضمن أما إذا كان هذا بقول ربها أمره أن لا يطعمها أو لا يسقيها فإنه لا يضمن لصاحبها لكنه يأثم بما بينه وبين الله لأنها نفس محترمة فيجب عليه أن يعرفها وأن يسقيها ولو قال له صاحبها لا تعطيها علفا أو لا تعطيها ماء فإنه يأثم عند الله لأنه لا يجوز له أن يقطع عنها الماء أو الشراب قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بينما غفر الله لبغي من بني إسرائيل بسبب كلب وجدته عطشان فسقته فشكر الله لها ذلك وغفر لها نعم سابكم الله قال وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن هذا يرجع إلى ما سبق إذا عين صاحب الوديعة مكانا لحفظها فأحرزها فيما دونه فإنه يضمن كما لو قال له ضعها في جيبك أي في الخابية التي في جيبك فوضعها في كمه أو في كفه فضاعت فإنه يضمن لأن وضعها في كمه مدعاة لنسيانها أو سقوطها كذلك إذا وضعها في كفه فإنه مدعاة لأن يضعها وينساها لخلاف ما إذا كانت في جيبه فإن هذا أحفظ لها أما العكس لو قال له ضعها في كمك أو في جيبك فوضعها في جيبه ثم ضاعت من جيبه فإنه لا يضمن لأنه أحرزها بأحسن مما قال له صاحبها نعم إذن هذا قوله رحمه الله وعكسه بعكسه نعم عكسه لو قال له ضعها في يدك أو في كمك فوضعها في جيبه بعكسه أي بعكس الحكوم إنه لا يضمن نعم وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن لو أن المودع دفع الوديع إلى من يحفظ ماله هو مود عن أمواله وعند شخص نعم ثم ودع هو وديعه فأعطاها لوديعه الذي يحفظ أمواله ثالفة إنه لا يضمن لأنه لم يفرط حيث إنه وثق لها ما يثق لأمواله نعم أو مال ربها أو 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 إنسان أو دع عند شخص وديعه المودع دفعها لمن يحفظ مال المودع دفعها لمن يحفظ أموال المودع المودع نعم فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط لأن المودع تمن هذا الشخص فإذا الوديع دفع له ما عنده من الوديعة لصاحب ذلك المال إنه لا يضمن لأنها ضاعت مع أمواله المودع نعم وعكسه الأجنبي والحاكم عكسه ما لو أن المودع دفعها إلى أجنبي ليس وديعا له ولا لصاحب الوديعة أجنبي منهما فضاعت فإنه يضمن لأن المودع لم يأذن له بأن يدفعها إلى ذلك الشخص أحسن الله إليكم قال وعكسه الأجنبي والحاكم يعني إذا دفعها إلى أجنبي ليس وديعا للمودع ولا وديعا للمودع للمودع أجنبي منهما فتلفت عند ذلك الأجنبي فإن المودع الأول يضمن لأنه متعد في دفعها إلى ذلك الأجنبي لأن صاحب الوديعة لم يأذن له بذلك وكذلك إذا دفعها إلى الحاكم وتلفت فإنه يضمن لأن صاحب الوديعة لم يأذن له في أن يدفعها إلى الحاكم ولأن مسؤوليات الحاكم كثيرة ربما يذهل عنها إلا إذا أراد إذا أراد المودع أن يسافر سفرا مخوفا أو سفرا طويلا ولم يجد من يدفعها إليه من الثقات فإنه يدفعها إلى الحاكم في هذه الحالة خاص ولا يطالبان إن جهلا ولا يطالب الأجنبي إذا تلفت عنده ولا يطالب الحاكم أيضا إذا تلفت عنده إن جهلا ظن أن هذه الوديعة للذي دفعها ولم يعلم أنها لمودع آخر إن جهلا الحال فإنهما يضمنان لأنهما على علم في أن هذا التصرف لا يصلح من المودع وقد وافقاه عليه فيضمنان نعم وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها إذا حدث خوف في البلد يخشى من ضياع الوديعة فإنه يردها إلى صاحبها ويا يتخلص منها أو سفر أراد المودع أن يسافر وأخذها معه في السفر يخشى عليها فيه فإنه أيضا يدفعها إلى صاحبها إن وجده وينتهي الإيداع بذلك نعم فإن غاب حملها معه إن كان أحرز فإن غاب صاحبها فإنه يحملها معه في السفر إن كان ذلك أحرز لها من بقايا في البلد لأنها في عهدته نعم وإلا أودعها ثقة وإلا بحث عن ثقة وأودعها عنده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة فإنه دفع الودائع التي عنده إلى أم أيمن الحبشية رضي الله عنها نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته